هل في هذه الحالة لما الشخص بيتخلص بالسنة بتاعه يعمل رجيم ويقل الوزن بتاعه ده معناه أنه حل المشكلة تلقائيا الموضوع بيتصلح ولا ممكن مع زيادة الوقت دايما نقول ساعات لما الحاجة بتقوم مزمنة بتاخد وقت تطويل مثلا خمس سنين عشر سنين زي ما قلنا كده أسباب السكر يا دكتور حد حاجة قلت لنا لما سني المدة شخص عايش بسكر لمدة أطول ده ممكن يأثر بالسلب حتى لو قدر يعالج في وقت لاحق السمنة هكذا ولا الموضوع مختلفة ده طبعا سؤال في غاية الأهمية لأنه هو فعلا صح كده المدة بتاع السمنة مهمة جدا هنا بقى بندخل في حاجات أخطر يعني لو الشاب اللي هو مقبل عز وجده بيجيلي أو واحد عريس حديث ولاقيه بقى زايد في الوزن والفاصفود والعادات الغذائي السيئة اللي بيأكلوا بالليل مثلا الساعة 12 أو واحدة الصبح يقدر طول النهار ما يأكلش ويأكل الساعة 12 بالليل وما يهتمش بالوجبات المتوزعة على مدار اليوم لو فضلت بقى مدة طويلة في الجسم تبتدي تدخل في مضاعفات أكتر بقى مش هتقتصر بقى على الحاملات المنوية هتبتدي تأثر على العلاقة الزوجية نفسها ليه؟ بتبقى مصحوبة بكوليسترول وزيادة الدهون في الجسم الكوليسترول ده مادة مضرة جدا مادة أشبة بالصمخ بيتلزق ببساطة على جدار الشرايين الشرايين المغزية للأعضاء التنسلية وبالتالي هتبتدي المريض يحس بضعفه في العلاقة الزوجية بيحصل المشكلة الأزالية إنه يتكسف يروح للدكتور الزكورة ينزل السيدرية ياخد من عندهم أرس بين قسين بيسموه هما منشط هو مش منشط ولا حاجة هو دوة وبيتاخد لازم تحت إشراف طبي ومن خلال طبيب أمراض الزكورة بعد إجراء أشعات وتحليل معين فالأرس السحر ده بيحلوله المشكلة وقتيا وهنا الخطورة بيفضل سمين بيحلوله المشكلة بيفضل الكوليسترول العالي في حاجة أخطر ممكن تحصل السمنة من أهم العناصر اللي بتعجل بظهور مرض السكر كمان يبقى هنا بيحب ما عندنا تلازم السمنة مع السكر يبقى إذن لو المريض اللي عنده سمنة دي الحقيقة التجربة المتكررة دايما للأسف في معظم المصريين المريض عنده سمنة يبتدي يحس بضعف شوية بدل ما يروح للدكتور يفحصه ويعمله الأجرادات اللي بنقولها دي ويعالجه في إطار حاجة متكاملة لا هو بينزل مش عاوز يروح للدكتور مش عاوز يعترف انه بروح للدكتور الزكورة مش عاوز يبينه قدام مراته بينزل السيدة لياخد أي قرس من القرس دي اللي بتتاخد قبل على العلاقة بيلاقي نفسه كويس جدا هو كده مش هيعالج إذا كان بيدخن طبعا حيفضل يدخل إذا كان سمين حيفضل سمين لأنه يدخل الكوليسترولي يعلى يجي لي إمتى بقى لما الأدوية تفقد تأثيرها اللي هي بيجي في مرحلة متأخرة زي ما بعد خراب مالطة زي ما بيقول فبيكون النتيجة إنه بيجي في مرحلة متأخرة جدا يعني العاني يجي يقول لي لا أنا لما بيستخدم الرأس دي بقى بقى كويس قوله لا مستحيل مستحيل تكون كويس أولا يبقى بشايف الأشعة قدام الأشعة مش كويس ولا حاجة هو بيبقى متصور هو مش عاوز يعتارف يعني الحاجة الثانية إنت لو بتاخد الأدوية دي وكويس إنت هتجيلي ليه وتقعد بره 3-4 ساعات على ما تخش وتعمل أشعات وتعمل طب ما أنت كنت أنا عارف أنت بقى لك خمس سنين بتنزل تاخده القرص وإنت مروح من السيدلية تاخده خلاص إيه اللي جابك؟ يبقى أكيد الأرص دي فقط التأثير هي دي بقى المرحلة اللي إحنا مش عاوزين نوصلها اللي هي فكرة إن المريض بيعالج نفسه كده من نفسه لأنه هو هو حل وقتي لو جالي من الأول كنا تخلصنا من السمنة والسكر والسجاير وممكن ما يحتاجش أخذ الأدوية أصلا يعني هو بيجي دي في مرحلة بتاعة فشل الأدوية عدينا المراحل دي كلها وبقى حتى العلاج متأخر متأخر جدا ما فيش قدامنا غير الدعامة غير عملية جراحية بس يعني إذا إحنا بنقول للناس الفكرة بتاعت إنك أنت تروح لدكتور الزكورة من الأول أهم بكتير جدا إنك تتاخد الأرص السحي ده من السيدلية وتتجنب تروح لدكتور الزكورة لأنك أنت بعد أربع أو خمس سنين الريسك فاكتور أو عامل الخطر عندك على علاقتك الزوجة هتفضل موجودة والأرص اللي كان يقولي بالزبط كده يقولي مثلا كنت الأول باخد ربع أرص وبقى زيل فل بعد سنة أو سنتين بلاقيت نفسي بحتاج نص عشان يجيب نفس التأثير بعد كده باخد أخد أرصين تلت تقرص في المرة وما فيش تأثير خالص هنا بقى طبعا بيؤثر سلبين جدا عليه وعلى زوجته وعلى نفسيته وعلى إحساس الزوجة بيه وهل هو مخلص لها ولا لا ولا بيفكر في حد يعني هتبتدي الموضوع يتعمق جدا ويتعقد جدا في خلال ثلاثة أربعة سنين لأنه علجه من عصاته باستخدام الأدوية وما راحش الدكتور أمراض ذكورة فهنا مريض السمنة لازم يجي الدكتور أمراض ذكورة من البداية